يبدو أن شهية الحوثيين لابتلاع أراضي القبائل اليمنية بقوة السلاح بلغت ذروتها في أكثر من محافظة وتنظر بتفجير صدام عنيف تدفع فيه القبيلة ثمن دفاعها عن المال والعرض وقد سجلت في الأسبوع الأخيرة وقائع عدة كانت القبيلة طرفا رئيسا فيها حيث توسعت رقعة الأراضي المنهوبة وامتد خط المواجهة بين الميليشيات الحوثية والقبائل من ضواحي ومناطق طوق صنعاء مرورا بالجوف وعمران وصولا إلى صعدة معقل الحوثيين ففي صعدة أقدمت ميليشيات الحوثي خلال الساعات الماضية على فضة اعتصام لأبناء قبائل الخراشي على خلفية مطالبتهم بأراضيهم التي استولت عليها الميليشيات بمبرر استخدامها كساحة للاحتفالات الطائفية الميليشيات أفق مصادر محلية أحرقت خيام المعتصمين واعتقلت العشرات منهم واقتدتهم إلى جهة مجهولة في محافظة صنعاء نصبت قبيلة بن الحارث خيمة اعتصام للاحتجاج ومنع محاولة ميليشيات الحوثي المتكررة السطو على أراضيها ومزارعها بقوة السلاح الاعتصام أقامته القبيلة على أراضيها بعد أن تمكن أبناؤها من طرد عناصر حوثية حاولت السطو عليها بقوة السلاح في منطقة بن جرموس وفي همدان الضحية الشمالية لصنعاء أقدمت الميليشيات بحسب تقارير حقوقية على هدم 170 منزلا واستولت على أراضي واسعة للسكان ضمن مخطط لأحداث تغيير ديمغرافي يعزز السياج الطائفي الحوثي حول الصنعاء أما في محافظة الجوف فقد أطلق مسؤولون مناشدة لمجلس القيادة الرئاسي وللحكومة بدعم واسندي قبيلة بني نوف التي تحاصرها ميليشيات الحوثي على خلفية مقتل قيادي من الميليشيا في المنطقة بالتزامن استولت الميليشيات على مساحات زراعية واسعة لقبيلة ذو الزيد في مديرية برط العنان بالجوف بعد أن هجرت عشرات الأسر إثر خلاف بينها وبين قبائل آل سالم المنتمية إلى صعدها ترجمة نانسي قنقر والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر